بطاطس مقلية في الكيس الحراري تخيلوا هنقلي كيلو بطاطس في الكيس الحراري ب3 معالق بس من الزيت وهنشوف بقى استخدامات الكيس الحراري هنستخدمه صح ازاي بحيس ان احنا نستفيد منه الاستفادة القصوى وممكن تخيلوا بقى كمان ان احنا نشتغل بالكيس ده مرة واثنين وثلاثة عادي جدا انا اناس عباس اللي لسه ما تبعنيش تابعني على قناة الوصفة وكمان يتابع القناة والبيج والجروب والانستجرام والتيك توك باسم شيف اناس عباس شايفين الكيس منفوخ في الفرن ازاي وجميل هنشوف ازاي بقى نستخدمه صح ونطلع منه بطاطس جميلة جدا جدا تتحدى بقى البطاطس المقلية اللي احنا بنعملها في الزيت الغزير طبعا ازاست الزيت سعرها الجنن خالص وبقت حاجة كده غريبة فاحنا بقى بنعمل حاجة تكون يعني حلوة لصحتنا طبعا وتكون حناينا على قد ايدينا البطاطس من جوه دايبة دوابان يعني من جوه كده مزبدة وجميلة ومنبرم ارمشة باللون اللي انتو شايفينه دوت وهنشوف كمان ايه التدبيلة البسيطة اللي احنا بقى هنعملها كده خلط التوابل جميلة بسيطة نخطها على البطاطس بحيث ان هي تطلع علينا بطاطس ولا ارواع انا رحت السوق اشتريت بقى البطاطس دي كل ما البطاطس كان فيها كمية من الطينة برا كتيرة كل ما كانت جميلة جدا جدا ان هي تستوي وتدينا بطاطس مقلية حلوة اوي زي ما انتو شايفين كده يعني ننقيها اللي فيها كمية طينة كتيرة وحجمها هيكون متوسط ما تكونش ضخمة اوي 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 ولا صغيرة خالص يعني الحجم ده ممتاز جدا هياخد بقى البطاطس اخسلها وقشرها واخد الكمية اللي انا عايزيها انا غسلت تقريبا حوالي كيلو هو ده اللي انا هعمله جايبة بقى سكينة من موجة كده من محل المستلزمات بتاعت الادوات المنزلية دي 8-12 جنيه تقريبا بس جميلة جدا جدا بتدي نتيجة حلوة اوي للبطاطس شكلا وكمان طعما يعني المموجة دي بتخلي النار لما بتسويها بتكون دخلة فيها بالتمويجة نفسها فبتخليها جميلة جدا وممتازة كل بطاطسطايا بقى هقطعها كده مصين وكل نص تلاتة يعني البطاطسطايا على ست حتة زي ما انتو شايفين طبعا انا غسلت البطاطس مرة واحدة لما قشرتها وخلاص على كده مش هنخسلها تاني يعني احنا هنستخدمها على طول بعد التقطيع دوت زي ما انتو شايفين انا قطعت الكمية كلها هجيب بقى كده طبق واسع وهحط فيه معلقتين كبار من الدقيق ومعلقة كمان كبيرة من النشا دول حاجة مهمة جدا جدا للوصفة لان هم بيعملوا لي حاجتين بيبطنوا الكيس الحراري وفي نفس الوقت بيغلفوا لي البطاطس هحط عليهم رشة خفيفة بقى كده من الملح معلقتين الدقيق ومعلقة النشا ورشة خفيفة من الملح ما انقطرش الملح عشان لسه فيه تدبيلة احنا هنحطها على البطاطس لما تستوي هنزل بقى كده البطاطس في الدقيق والنشا وحبة الملح الصغيرين اللي انا حطتهم وديها بقى كده تقليبة وافضل اعلف فيها انا عايزاها تتغلف كلها بالدقيق اللي احنا حطناها هو النشا والملح زي ما انتو شايفين انا عايز اقرب لوكوا الصورة كمان تشوفوها بقيت متغلفة ازاي انا كده ضمنت ان البطاطسطاية بالكامل بقت متغلفة جميل جدا جدا خلاص بقى كده هركن البطاطس على جنب ونجيب بقى الكيس الحراري نشوف الكيس الحراري هنشتريه ازاي وانه نوع اللي احنا نجيبه وهنستخدمه ازاي تعالوا بقى كده نركن البطاطس دي ونجيب الكياس اللي احنا هنستخدمها انا جايبها الكياس دي من المحل اللي بيبيع الورقيات والاطباق الفوم والفويل ما نجيبهوش من السوبر ماركت او الميديوم. انا بختار عموما يعني في الشغل بتاعي اه بحب ان انا اخد الحجم اللارج لان هو بياخد بيبقى كيس شرح وبرح كده اه وبياخد حاجات كتيرة. بنطلعه كده بقى بنلاقي الاكياس محطوطة والكلبسات اللي احنا بنقفل بها الكيس. بنركم بقى الكليبسات كده على جنبه. تعالوا نفتح الكيس سوا مع بعض. انا فتحت الكيس اللي هو زي ما بقول لكم. بيبقى فيها تلاتة. اه اللي هي الحجم الميديوم بتبقى يعني اه ارخص شوية. اه انما الكبيرة التلاتة بيبقوا بستة جنيه ونص. فالكيس الواحد بيبقى وايف تقريبا علينا باتنين جنيه. اه زي ما انتو شايفين احنا بعد ما بنحط الحاجة في الكيس بناخد الكليبس ده كده وبنقفله به نتطمم بس واحنا هناك بنشتري الحاجة. نفتح الكيس بتاعنا علشان نشوف الكليبسات محطوطة معاه. ولا ضايعة لان ساعات بنشتري الكيس ما بيلاقيش الكليبسات فيه. فناخد بالنا واحنا بنشتري. هاخد بقى الكيس اللي انا هستخدمه والتاني طبقته وحطيته وشلت الكليبس بتاعه معاه. وهنبدأ بقى ان احنا نشتغل باللي احنا خلناه. دلوقتي ده البطاطس بتاعتنا اللي احنا قلبناها في الدقيق وفي النشا وفي الملح. هحط عليها تلات معالق كبار كده من زيت عباد الشمس. وهقلبهم بقى كده فيه كويس بحيس ان برضو الزيت يغلف البطاطس كلها. زي برضو ما الدقيق كان مفيد للبطاطس علشان برضو يغلف لي الكيس والبطاطس. الزيت برضو مفيد للبطاطس ان هو هيخليها تتقلي كويس جدا. وفي نفس الوقت برضو هيخليها ان هي ما تلزقش في الكيس الحراري اللي احنا هنشتغل فيه. خلاص بقى كده فضيت البطاطس جوه الكيس الحراري. وهبدأ ان انا الف الكيس على بعضه كده. آآ وبالكليبس وهقفله كويس برضو. آآ كده خلاص البطاطس جهزة جوه الكيس. هحركها بقى. انا عايزة البطاطس تبقى كلها عاملة زي شيط واحد كده جوه الكيس. ما تبقاش بطاطس فوق بعضها. حطته كده بقى فصاج. ولعت الفرن على اعلى درجة حرارة. وهدخل الصينية بقى فيه بالكيس زي ما هو كده. في ناس طبعا بيعملوا فيه فتحة بالسكينة ده غلط جدا. الفتحة دي بتخلي الهواء اللي جوه آآ بيتصرب كله. هو ما يعني بيعتمد على التسوية. على ان هو بيحبس البخار. زي ما انتو شايفين كده انا آآ قربت الشبكة من تاني رف في الفرن. آآ بالشكل دوت علشان ابعد الكيس عن السقف بتاع الفرن. آآ بحيس ان احنا لما نحطه كده الكيس جوه الصينية. آآ لما يتنفخ ما يلزقش في السقف بتاع الفرن. وطبعا زي ما قلتلكم مش هنعمل فيه اي فتحة خالص لان هو بيعتمد في التسوية على ان هو بيحبس البخار جوه الكيس. فاحنا يعني الحاجة لو احنا قطعنا الكيس آآ بصوا اتنفخ ازاي. اتنفخ بقى كده فهو بيستوي بالبخار. لو قطعنا الكيس طبعا البخار ده كله هيتسرب وياخد مدة طويلة جدا في الفرن على بال ما يستوي. انما كده هيستوي بسرعة جدا جدا ويبقى جميل قوي. والحركة اللي احنا عملناها ان احنا نزلنا نزلنا الشبكة للفرن من تحت كده زي ما انتو شايفين. خلت بقى الكيس يبقى شرح وبرح ويتنفخ براحته. زي ما انتو شايفين كده بعيد خالص عن سقف الفرن. انا بقى عايزة اورهولكو هنا. انا طلعتوا لسا هدخله تاني في الفرن. بس انا بوريكو قد ايه الكيس منفوخ. وهو حرك بقى البطاطس. هوريكو لما قلب الكيس كده بالراحة بس وحنا بنمسكه لانه هو سخن جدا. انا ما عملتش فتحة وما حطتش اي نسبة سوايل خالص. زي ما انتو شايفين كده قلبته عن نحية التانية بدأ ياخد لون دهبي خفيف. هدخله بقى في الفرن. هو يعني مدة التسوية كلها ما كملتش عشرين دقيقة على اعلى درجة حرارة. والبطاطس طلعت مستوية. يعني ممكن نعتبر ان دي بديل للقلاية الهوائية كمان. انا حطيت بقى كده اه شوية من الملح وشوية من الكمون. واحط كمان شوية من البابريكا وشوية من الشطة. انا مش عايزة حاجة غير كده. دي توابل بسيطة منزلية. هنحطها على البطاطس لما تطلع البابريكا والشطة والملح والكمون. تقلبهم بقى كده مع بعض. يبقى انا كده عندي تدبيلة جميلة. الولاد هيحبوا طعمها جدا مع البطاطس. وهتبقى اكتر من رائعة. تعالوا بقى نشوف الكيس الحراري اخباره ايه. هطلعوا كده برضو. حركوا حركة كمان. يعني انا تقريبا حركت البطاطس فيه يمين وشمال حوالي مرتين او تلاتة. زي ما انتو شايفين لون الدي بقى اللي كان محطوط والنشا. بقى لونه دهبي جميل قوي. هقلب الكيس على الناحية التانية علشان تشوفوه. هو بيفضل طبعا محتفظ كده ان هو منفوخ. ناخد بالنا بس واحنا بنفتحه بقى. علشان البخار ده كله ممكن يطلع يقزي ايدينا. فاحنا عايزين بس بالراحة. انا هفتح الكليبس بلف اهو. والكيس سليم زي ما انتو شايفين جميل جدا جدا. هستخدمه مرة تاني هو سليم مفوش اي حاجة. وهفضي بقى الحاجات اللي فيه طبعا لو كان معمول فيه فراخ او حاجة زي كده ما كانش هينفع ان احنا نستخدمه تاني. انما دوت يعني مطرحه بطاطس وشوية زيت وشوية دقيق. فانا عادي جدا ان انا ممكن استخدمه مرة كمان ما فيهاش حاجة خالص. خلاص كده بقى. ما شاء الله البخار تصرب بعيد. بعت ايدي عنه علشان بس ما يقزيش ايدي. وهفضي بقى البطاطس بتاعتنا كده في الصينية زي ما انتم شايفين. ما شاء الله يعني انا هركن بقى الكيس السليم ده وتستخدمه تاني. البطاطس وغدى لون دهبي رائع. آآ بقت من جوة مزبدة وطرية وجميلة. ومن برة لونها دهبي وجميل. طبعا انا خليت الفرن على اعلى درجة حرارة ليه? علشان البطاطس ما تنزلش مية. انا عايزاها ان هي ما تكونش زي المسلوقة. انا عايزاها تكون زي المتحمرة. زي ما انتم شايفين كده والبطاطس ما شاء الله محتفزة بشخصيتها. آآ يعني ما فيش بطاستاية تكسرت ولا اي حاجة. دي التدبيلة البسيطة اللي انا عملتها. هرشها على البطاطس واحرك البطاطس كده بالراحة في الصينية. علشان كلها التدبيلة بقى تيجي عليها كده وتبقى جميلة. الريحة بتاعة البطاطس. ريح البطاطس مقلية كأننا قلناها في زيت غزير. كده احنا كسبنا صحتنا وكسبنا فلوسنا. حاجة جميلة جدا ناكل بقى البطاطس من غير ما نحس بتقنيب ضمير خالص. جميلة جدا جدا. وعملنا كيلو بطاطس في تلت ساعة. يعني لو بنعمل في القلية الهوائية اللي بقى مش قادر يشتري قلية الهوائية وهي غالية بالنسباله. فهيعمل في الكيس الحراري. يعني نجيب كيس باتنين جنيه جميل جدا جدا. وهنعمل في البطاطس هتبقى حلوة قوي. انا بروش بقى كده رشة من التواب الاضافية. وحطيت شوية من الكاتشاب والمايونيز. للولاد بقى اللي يحب يحط كده حاجة جميلة. ما شاء الله البطاطس حلوة قوي. آآ زي ما انتو شايفين البطاطسطايا واخدى اللون دهبي من كل نحية. آآ وكمان التواب اللي عليها خلتها جميلة قوي. واللون اكتر من رائع. هعطع بقى كده من الكاتشاب ومن المايونيز. وهرش كده على البطاطس بتاعتنا. طبعا العين بتاكل قبل البق. فدي حاجة جميلة. هتدي طعم وشكل جميل في نفس الوقت. حطت كده بقى من المايونيز والكاتشاب وهاكل. مش عشان انا عايز ااكل عشان انا عايز اطمنكم. ان هي جميلة قوي ومزبدة من جوة ومقرمشة من برة. حاجة كده اكتر من رائعة. وخلاص يعني في خلال آآ عشرين دقيقة بقى عندنا كيلو بطاطس مقلي وجميل قوي. بقى الفة هنا وشفة ويرب دايما وصفاتنا اتعجبكم وتنير رضاكم.